حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرقم 19 الذكر في القرآن الكريم كعدد لملائكة العذاب عليها 19 عدد صور القرآن 114 هو من مضاعفات العدد 19 أول آية في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم عدد حروفها 19 الآن أيها الأحبة في هذا اللقاء سوف نعيش مع سر من أسرار سورة ياسين التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم بقلب القرآن قلب القرآن ياسين الحقيقة هذه السورة سوف نتأمل يعني بعض العجائب فيها الله سبحانه وتعالى يقول ياسين والقرآن الحكيم ياسين والقرآن الحكيم هذه السورة أيها الأحبة سورة ياسين في القرآن فيها سر عجيب يتعلق بالعدد 19 هذه السورة تبدأ بحروف مميزة أو كما تسمى مقطعة أو حروف نورانية الياء والسين ياسين والقرآن الحكيم لدينا في القرآن أيها الأحبة 29 سورة 29 سورة فيها حروف مميزة طبعا هم يسمونها حروف مقطعة أو نورانية يعني يفضل أن تسمى بالأحرف المميزة التي ميزها الله ووضعها في فواتح السور لذلك إذا قمنا بإحصاء السور ذات الفواتح نجد عددها 29 رقم سورة ياسين بينها هو 19 إذن أيها الأحبة سورة ياسين رقمها بين هذه السور ذات الفواتح هو 19 إذن هذا أول تناسق مع العدد 19 الحقيقة لو بحثنا عن حرف الياء في سورة ياسين وحرف السين في سورة ياسين نجد أن حرف الياء تكرر 237 مرة وحرف السين تكرر 48 مرة إذن الياء 237 السين 48 هذين الحرفين لهم علاقة بالعدد 19 يعني يوجد نظام رقمي يقوم على هذا العدد لو قمنا بجمع هذين العددين أيها الأحبة 237 عدد حروف الياء زائد 48 عدد حروف السين في سورة ياسين هو 285 حرفا يساوي 19 مضروب في 15 إذن 19 مضروب في 15 مضاعفات العدد 19 إذن عدد حروف الياء والسين في سورة ياسين التي ترتيبها بين السور ذات الفواتح ليس ترتيبها في القرآن بل بين السور التي فيها حروف مقطعة أو مميزة مثل ألف لام ميم ألف لام را حاميم إلى آخرين ترتيبها 19 وعدد حروف الياء والسين فيها من مضاعفات العدد 19 19 مضروب في 15 سبحان الله الآن أيها الأحبة لدينا هنا السور التي تبدأ بالحروف المقطعة حاميم أيضا لدينا تناسق عجيب بين العدد 19 والعدد 7 ونقول إن العدد 7 هو عدد أبواب جهنم والعدد 19 هو عدد خزنة جهنم ملائكة العذاب عليها 19 فكما أن هذين العددين يرتبطان بجهنم فلابد أن نجد لهم ارتباطا في القرآن الكريم هناك يعني ارتباط بين العدد 19 وبين العدد 7 سنرى الآن أيها الأحبة الله وضع في القرآن سبع سور تبدأ بحاميم وهي سورة غافر فصلت شورى الزخرة في الدخان الجافية الأحقاف الآن أيها الأحبة لو قمنا بعد تكرار حرف الحاء في هذه السور السبعة نجد 292 حرف إذن حرف الحاء يتكرر 292 مرة ولو قمنا بعد حرف الميم نجد عدد أكبر 1855 مرة المجموع هو 2147 مرة مضاعفات العدد 19 19 مضروب في 113 إذن حروف الحاء والميم في السور تسمى سور الحواميم وعددها 7 من مضاعفات العدد 19 سبحان الله هناك سورة مميزة فيها مميزة على مستوى القرآن فيها افتتاحيتين حاميم عين سين قف افتتاحيتين هي الوحيدة في القرآن العجيب أننا عندما نعد تكرار هذه الحروف نجد حرف العين يتكرر في سورة الشورى 98 مرة وحرف السين 54 مرة وحرف القاف 57 مرة المجموع هو 299 في 11 إذن أيها الأحبة مجموع حروف عين سين قاف في سورة الشورى هو 19 مضروبا في 11 سبحان الله طيب يعني هذه الميزات أيها الأحبة والله الإنسان لا يعجب كيف جاءت بهذا التناسق يعني مثلا لدينا في القرآن سورة قاف سورة قاف فيها 57 حرف قاف وصورة الشورى كما رأينا حاميم عين سين قاف التي فيها قاف في مقدمتها أيضا تحوي 57 قاف المجموع 114 عدد سور القرآن لماذا؟ لأن حرف القاف هو أول حرف من كلمة قرآن كأنه يشير إلى القرآن فوضع الله حرف القاف في مقدمة سورة قاف ووضعه في مقدمة سورة الشورى وجعل عدد حروف القاف في سورة قاف 57 وعدد حروف القاف في سورة الشورى 57 والمجموع 114 عدد سور القرآن الكريم كإشارة إلى أن هذه الحروف لم تأتي عبثا ولم تأتي هكذا كلغز أو طلاسم كما يدعي بعض الملحدين بل هناك نظام تتكشف ملامحه لنا شيئا فشيئا نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم هذا العمل وإلى لقاء قريب لنتابع هذه السلسلة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق